موسيقى لقد رافق الزهد أمير المؤمنين عليه السلام في جميع مراحله في هذه الدنيا وعاش عيشة البؤساء والفقراء وخاصة لما تولى السلطة العامة فلم يبني له دارا ولم يلبس من أطايب الثياب بل كان يأكل مأكل الفقراء ويلبس ملبس الفقراء وكرس حياته في رعاية مصالح المسلمين وجميع الناس السلام عليكم مشاهدينا الكرام وحياكم الله في هذه الحلقات الخاصة التي تحمل عنوان علي دولة الحق ومعنا فضيلة الشيخ زمان الحسناوي أهلا وسهلا حياكم الله حبيبي الله يحفظك وأعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أمير المؤمنين عليه السلام الله يأسكم أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ونحن نمر في أيام مصيبته سلام الله عليه في هذه الحلقة سيكون محور الحديث عن العدالة الاجتماعية والتعايش السلمي في دولة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام سلام الله عليه قد بعث بعهده إلى مالك الأشتر يقول فيه إياك والدماء وسفكها بغير حلها فإنه ليس لشيء أدنى نقمة ولا أعظم تبعة ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدة من سفك الدماء بغير حقها فضيلة الشيخ كيف أعطى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أهمية للحق في الحياة في دولته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجسة وطهرهم تطهيرا عظم الله أجوركم جميعا بهذه المناسبة الأليمة أجورنا وأجوركم إن شاء الله حقيقة أمير المؤمنين عليه السلام يمثل الإسلام بكل تفاصيله بأصوله وتفاصيله أمير المؤمنين عليه السلام يمثل القرآن بكل ما فيه يعني يكفي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في علي عليه السلام وقوله رواه الخاص والعام قال في علي عليه السلام أنه مع القرآن والقرآن مع علي ولي يفترق في قول وفي آخر علي مع الحق والحق مع علي ولي يفترق علي مع القرآن والقرآن مع علي أمير المؤمنين يعني لو كان القرآن رجلا تكوينيا لكان علي بن أبي طالب القرآن الكريم بيّن أن الحياة وأن الإنسان يعيش في هذه الدنيا من حق الإنسان أن يعيش وأن يحيا في هذه الدنيا من حقوقه يعني والقرآن الكريم اعتبر الاعتداء على هذا الحق اعتداء خطير جدا وفيه لوازم وتبعات خطيرة جدا على مستوى الدنيا وعلى مستوى الآخرة يكفي أن الله تعالى قال في كتابه من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا على ابن أبي طالب بما أنه ترجمان القرآن الكريم وشريك القرآن الكريم كما ورد في زيارات المعصومين يا شريك القرآن أسهل بالنسبة لعليني ولأولادي علي المعصومين عليه السلام أنهم شريك القرآن كل واحد منهم شريك القرآن فأمير المؤمنين يترجم هذه الحقيقة على أرض الواقع أنه حياة الناس محترمة حياة الناس يجب أن تحفظ لا يمكن بأي حال من الأحوال ولا بأي وجه من الوجوه الاعتداء على حق الناس بالحياة بغير وجه حق نعم بعض الناس إذا جاوزوا على حق الآخرين بهذا الجانب طبعا أمير المؤمنين عليه السلام هنا هم يتعاملوا إياهم بما يستحقون نعم وهذا هم ترجم للقرآن الكريم أنه القصاص حياة كما القرآن الكريم يعبر نظام خلاصة أمير المؤمنين ونظر لهذا الجانب هو نظر القرآن الكريم هو أكثر من ذلك ما يقوله القرآن وما يثبته القرآن وما يذهب إلي القرآن على ابن أبي طالب يترجم على أرض الواقع ولهذا كان حريصا على حماية أرواح الناس أعراض الناس حقوق الناس ممتلكات الناس ويكفي ويكفي أن علي عليه السلام صاحب هذه الليالي اعتبر الاعتداء على نصرانية وهي في بيتها وهي ما تستحق أن واحد يعرضها لخطر لو يخيفها وبلغه أن هذا حصل بالنسبة لإمرأة مسلمة وأخرى معاهدة معاهدة يا الله صعد علي المنبر وهذه الأجواء تشهد لعلي السلام الله عليه أنه قال ذلك سلام الله عليه صعد المنبر وقال بلغني أن فلانا كذا يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة غير مسلمة نصرانية مثلا من أهل الذنب من أهل الذنب وهي الكتاب دخل عليها كذا ما مضمونه فينتزع منها حجلها وإلى آخرين فلو أن مرئا مسلما سمع بذلك ومات ما كان عندي ملومة بل كان به جديرا يا الله أن يموت على ظلامة امرأة مسلمة يو أخرى ذمية بغير وجه حق أمير المؤمنين عليه السلام ما كان يتسامح بهذه الأمور لأنه ترجمان القرآن لأنه صورة رسول الله صلى الله عليه وآله الحقانية بكل جوانبها في الأرض يمثل عدالة الله في الأرض ويمثل عدالة رب العالمين في الأرض ويكفي أن ولده الإمام المهدي إذا ظهر يملأ الأرض قسطا وعدلا هو أمير المؤمنين وأولادهم تجلل عدل والقسط في هذه الأرض في الواقع أنا يسامح في الروايات أن الإمام المهدي عليه السلام مضمون الروايات يعني أنه يسير بسيرة جده أمير المؤمنين أحسنتم يأكل يلبس الخشن مثلا أحسنتم ويكون شديداً على عماله أحسنتم يعني توقع معركة من معارك أمير المؤمن إذن جمل مثلاً الإمام علي يتفق مع جيش ممنوع أي واحد منكم يبدأ الجماعة بقتال بنعاً باتاً حتى نحقن الدم إلى قدري ما نستطيع سبحانه بعد إذا غيرنا هو بدأ القتال هاي بعد مشكلة غيرنا إحنا من حقنا ندافع عن أنفسنا حتى لما نقاتله نقاتله مولي أجل أن نقتله مولي الانتقام مولي الانتقام يا أخي علي بن أبي طالب ابن ملجم ضربة وإحنا في ليالي والضربة هو ابن ملجم قال لا يقوم منها علي لأني اشتريت اشتريت السيفة بكذا وسم السيفة بكذا فعلي لي يقوم من هذه الضربة اتوقع أمير المؤمنين عليه السلام بحالته هذه ويقول للأهل بيته اضربوه ضربة واحدة هذا جبتك دليل على كلامكم أنه حلمنا بي طالب مو يعني رجل تشفي وانتقام وعياذ بالله بغضاء وشبدا اضربوه ضربة واحدة وهو على فراش الموت وهو على فراش الموت ولا تمثلوا بالرجل فإني سمعت رسول الله يقول المثلة حرام ولو بالكلب العقور لا تمثلون اضربوه ضربة واحدة أما إذا قمت من ضربتي أنا أشوف شنو تصرفه ياه أخلاق عجيبة يعني ها هالشكل هذا وهو على فراش الموت يقول لهم تمثيل ممنوع وهم ممثلون ولكن رسالة إن تمثيل ممنوع ضربة بضربة والسلام أكثر من هذا هماك واللطيف بالأمر أنه هذا العهد اللي بعث إلى مالك الأشتر أعطالي مالك الأشتر وذكرتم هاي العبارة إياكا والدماء وسفكها بغير حلها الإمام يقول له أكثر شيء بعمر الدنيا بعمر التاريخ يزيل الحكومات والممالك هو سفك الدم بغير حله الله أكبر هذا أكثر ما يخلي الحكومات تتداعى وتنهار وهكذا الممالك والأمم تبيد تبيد تروح حضارات تسقط العجيب أنه إذا يوصي مالك الأشتر اللي هو كما يقول كان لي كما كنت لرسول الله يعني تنبيه حتى لهذا الشخص اللي هو ثقته طبعا وإن كان ثقته ولكن مالك ذاهب إلى مصر ليكون واليا عليها وبالنتيجة دماء الناس وأعراض الناس وأموال الناس تكون أمانة عنده ولهذا الإمام وهو يمثل علي بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب تمثيله مو بالأمر الهيين مولانا علي بن أبي طالب ما كان يحذر ولاته من الدنوع أو الاقتراب للحرام فحسب بل حتى بعض الحلال كان يقولون لي سوو بما أنكم الآن اتمثلوني وعدكم مسؤولية معينة حتى بعض الحلال اللي في وقت آخر تقدروني سووه في هذا الوقت كنتم تنعوا عنه ذكرتني بقصة والي على البصرة اللي أقاله أحسنتم جزاكم الله خيرا هذا مثال على ذلك مصداق على ذلك ما ارتكب حرام إنسان عنده صديق يدعوه إلى وليمة بها مشكلة ما بها مشكلة يروح للوليمة يتغدى يتعشى ويرجع فوالي أمير المؤمنين على البصرة واحد دعا من تجار أعيان شخصيات البصرة دعا إلى وليمة وهذا الرجل ما سووش يعني راح للوليمة المدعو إليها مو أكثر من ذلك نعم أرسل لأمير المؤمنين كتاب وهو موجود في نهج البلاغة بإمكان الأحبة أن يطلعون عليه أنا دوم أقول على المنبر وهكذا في البرامي يجو جلساتنا الخاصة والعام أقول للشباب اقروا طالعوا خلوا وقت للمطالعة للتثقيف أتمنى يقرون شبابنا أتمنى يقرون مثل ما يخلون حصة لبقية الأمور اللي يتهمهم خلي يخلون حصة للكتاب باليوم ساعة ساعة ساعتين أقل أكثر أخلي حصة لعلم كون أطالع هذا الكتاب موجود في نهج إحنا أمة إقرأ والإقرأ يعني عدنا إحنا عدنا القرآن عدنا نهج البلاغة عدنا الصحيح إقرأ باسمي ربك رسالة الحقوق إقرأ تراث عظيم جدا إقرأ فالإمام كتب له أنه كذا تروح إلى ما مضمونه يعني إلى وليم غنيهم مدعو وفقيرهم مجفو وإنت والي شنون تروح إلى وليم اللي يحضروها بس الأغنياء والفقراء ما له موجود في هاي الوليمة وإنت والي على الجميع على الأغنياء والفقراء فإن تكون تكون مع الجميع أنت تكون مصير مع جماعة دون جماعة أنت والي أنت أب للناس فإن تكون تصير مع الجميع والدور الإمام استشهد بنفسه قال له أنا إمامك اكتفيت من دنياي بكذا ومن مطعمي بكذا تأسبية بما تستطيع عليه تأسبية كما قلت تريد أن تمثل علي بن أبي طالب طبعا ولهذا أقول أقول علي بن أبي طالب مو فقط كان يحذرهم عن اقتراف الحرام والدنو من ذلك أصلا كان يحذرهم من الدنو والاقتراف فضلا عن الاقتراف كان يقولهم ديروا بالكم أصلا حتى بعض الحلال كان يقولهم بما أنكم الآن أخذتوا مسؤوليات حتى بعض الحلال كنت منعوا عن أنفسكم حتى تأدون واجبكم على أحسن ما يكون ونبين صورة الإسلام الناصعة في هذا المجال وفي ذاك أحسنتم فضيلة الشيخ إن شاء الله نأخذ فاصل وبعد الفاصل نتحدث عن دور أمير المؤمنين عليه السلام في ترسيخ مبدأ المساواة بعد أن تحدثنا عن الحق في الحياة مشاهدنا الكرام نأخذ فاصل ونعود لكم ابقوا معنا عدنا لكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقات الخاصة عن استشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في علي دولة الحق وكما قلنا محور الحلقة التعايش السلمي والعدالة الاجتماعية في حكومة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وما زال الحديث متواصل مع فضيلة الشيخ زمان الحسنى ونرحبكم مرة أخرى الله يحفظكم جاءكم الله خير الشيخ نتحدثنا قبل قليل عن أهمية الحق في الحياة في منظار أمير المؤمنين عليه السلام هنا نتحدث الآن عن القاعدة التي أرسها أمير المؤمنين في المساواة بين الناس وقال الناس صنفان إما أخل لك في الدين أو نظر لك في الخلق بما يعني أن الإنسان أخل الإنسان بغض النظر عن العارق واللون والدين والنسب والحسب كيف رسخ هذا المفهوم في المجتمعات في حكومته جميل نحن قلنا في بداية الإجابة على السؤال الأول أمير المؤمنين عليه السلام يمثل القرآن الكريم نعم وهو ترجمان القرآن الكريم وهو الوجه الحقيقي الناصع للقرآن الكريم بكل ما فيه ولرسول الله صلى الله عليه وآله أنت لما ترجع للقرآن الكريم في هذه المسألة ونجي الأمير المؤمنين شون طبقه لما تجي للقرآن الكريم في هذه المسألة شوف القرآن الكريم يقول كرمنا بني آدم هذا عنوان بني آدم عنوان عام وخاص عام نعم فبني آدم فيهم المسلم وبني آدم فيهم غير المسلم وأعراق مختلفة نتيجة أعراق وقوميات ولغات وألوان وإلى آخر كرمنا بني آدم يو خلقنا الإنسان الإنسان في أحسن تقويم يو هكذا بقية الآيات الكثيرة في هذا المجال في الواقع هذا من جانب من جانب آخر هذا الإنسان المكرم بالعقل والمكرم في أحسن تقويم والمكرم بأمور أخرى كثيرة حتى بين المخلوقات طبعا طبعا الله جعله خليفته في الأرض والخلافة والاستخلاف في القرآن على قسمين استخلافه عام وهو استخلاف الشرائح البشرية أو المجتمعات الإنسانية يتعبر عنهم طبقات البشرية اللي يخلف بعضها بعضا نعم يعني تروح طبقة بشرية فيأتي من بعدها تأتي من بعدها طبقة وأخرى تخلفها وهذا الاستخلاف هو استخلاف إعمار الأرض استعمركم فيها كما يعبر القرآن الكريم وهنا من باب الشيء بالشيء يذكر بعض يقول الإسلام دين الآخرة دين إعمار الآخرة وتخريب الدنيا أبدا موشف الإسلام دين إعمار الدنيا والآخر هذا صح بس إعمار الدنيا بشنو؟ بالحلال يعني بدل ما الإنسان يعتدي على أعراض الآخرين يتزوج بدل ما الإنسان يعمل بالربا أحل الله البيع ليش تروح للربا؟ وحرم الربا بدل ما الإنسان يأخذ حق غيره لا يبني بيت من أموال حلال ويسكن به منظومة صلاحية خلاصة يعني الإسلام دين إعمار بس إعمار بالحلال وأساساً اللي نتحدث عنه أمير المؤمنين وتطبيقاته هو دين وهذا شاوبين القرآن يعبر استعمركم فيها استعمركم نتعمروها نزلناكم بالأرض خلناكم خلفاء يخلف بعضكم بعضاً حتى تعمروها دخل الدنيا أناس قبلنا رحلوا عنها وخلوها لنا ودخلناها كما قد دخلوا ونخليها لقوم بعدنا هذا استخلاف عام وأكو في القرآن استخلاف خاص استخلاف اصطفائي اجتبائي اختياري هذا المعبر عنه بقول هناك الأول خلائف القرآن يعبر عنه هذا قرآن يعبر عنه أني جعلني في الأرض خليفة يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فحكم يخلفني في قومي يو وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في آخر الزمان وهم النبي وآله عليهم السلام يو آيات أخرى كثيرة الآن ما تحضر ببالي أكو استخلاف عام وأكو استخلاف خاص الخلاصة الله كرم الإنسان في أمور عديدة هذا منها الاستخلاف العام مثلاً والخاص لأهله في الواقع يبقى الإنسان هذا التكريم اللي رب العالمين كرمه به ابتداء يحافظ علي استمراراً وانتهاءاً لو ما يحافظ علي يحافظ علي من خلال الالتزام بما يريده الله تعالى والانتهاء عما نهى عنه تعالى من خلال رسوله وأنبيائه وكتبه وأوصياء أنبيائه في الواقع هنا أنا بعد الإنسان يحافظ على هذا التكريم لو ما يحافظ بعض الناس يحافظون يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات بعض الناس ما يحافظون كالأنعام بلهم أضل مثله كمثل الكلب مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار بعضهم رب العالمين مسخ قرد وخنازير وعلى كل اللي قلت آيات قرآنية يعني الآن ما تفوهت بحرف واحد من خارج الثقافة القرآنية أمير المؤمنين عليه السلام ترجمان كل هذه الحقائق فأمير المؤمنين النظر العام للإنسان ينظر لك إنسان مسالم ما فيه أذية على الآخرين الحقوق وعليه واجبات كما هو حال المسلم أقصد هناك بالإنسان حتى وإن لم يكن مسلما ولكن هذا الإنسان كان مسالما أنظر له بسلم وقصة وبر وأتعامل وياه بكل أخلاق حسنة لإنسانيته ولبشريته في الواقع ما عندي كل مشكلة في ذلك إذا لا والله هذا الإنسان بدأ يكيد لي بدأ يعني دسائس عنده مشاكل عنده وياه يريد يعرض أمن للخطار ديني عرضي مالي مقدساتي لا هنا أنا بعدكم أتعامل ياه بشكل آخر وهذا أمير المؤمنين جسده على أحسن ما يكون كما سأبين الآن بخدمتكم شوفوا هنا أنا أقولكم شيء القرآن الكريم اللي على ابن أبي طالب ترجمانه القرآن الكريم اللي على ابن أبي طالب حاملة حملت كتاب الله وحملة كتبه أو كذا في زيارة الجامعة حملت كتاب الله القرآن يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وإن لم يكونوا من المسلمين شوف شون يعني هذا العنوان اللي الآن الكرة الأرضية السولف بي وتنظر له والإنسانية مو بس الإنسانية التعايش السلمي كما يعبرون ويتهمون المسلمين بأنكم لستم أهلا للتعايش السلمي أنا أقول للكرة الأرضية ويفترض أن تسمعنا ويفترض أن يوصل صوتنا أقولهم أول من نظر للتعايش السلمي في تأريخ الكرة الأرضية هم الأنبياء وكتب السماء وعوصياء الأنبياء لا تزاودون على شيء إحنا أقدم منكم بآلاف السنين وهذا تراثنا وتاريخنا موجود وهذا تراثنا وهذا تاريخنا وإلى آخر كتابنا العظيم النازل قبل أكثر من 1400 سنة يجذر ويأسس للتعايش السلمي بشكل لا نظير له حتى اليوم هذا الكلام أقوله بقناعة نعم فعلا وبضرس قاطع يعني مو قاعد أسول في مبالغات كتابنا العظيم جذر ونظر ماذا يتعبر تعبير آخر للتعايش السلمي اللي ترجمه علي على أرض الواقع كما سأبين بخدمتكم الآن على أحسن ما يكون بحيث إلى اليوم الكرة الأرضية ما قدرت تنظر للتعايش السلمي مثل كتابنا ومثل إمامنا ومثل نبينا كما سأبين كل هذا على جناح السرعة إن شاء الله شوف هذه الآية لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم الله يا الله ما دام هذا الإنسان ما قاتلك على الدين ما أخرجك من ديارك ما عرض أمنك للخطر ما اشتغل ضدك ما حفر لك مسالم قرآن الكريم يقول برّة برّة وتعامل معه بقسط يعني بعدل قلنا نذكر رسول الله صلى الله عليه وآله عندما دخل المدينة تعامل مع اليهود هكذا هو هذا المثال اللي أنا أرد جيبه من بعد القرآن نجي للنبي والدور على ابن أبي طالب يمثل القرآن والنبي بشكل حقيقي كامل 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 هذا الإنسان بغض النظر عن دينه عرقه ما أنه شغل قوميته لسانه لونه الكرة الأرضية لليوم ما قدرت تتخلص من اللون لليوم الكرة الأرضية فعلا تقاح الشوفون فعلا شرطي في بلد ما يتعامل مع الأبيض غير ما يتعامل مع الأسمر وهو الأسود هنا يكون أكثر عنفا وشدة أو شفنا هذا وإحنا بالقرن الواحد والعشرين كرة الأرضية لليوم أسيرة اللون ولليوم أسيرة القومية ولليوم أسيرة العرق ولليوم أسيرة الدم ولليوم أسيرة اللغة الكرة الأرضية نحن دين جعلناكم شعوبا وقبال يتعارفوا قبل أكثر من 1400 سنة يتعارفوا ويعتبر اختلاف اللون والعرق واللغة وغير ذلك القرآن يعتبر من آيات الله ومن آياته بعدين يقول اختلافه ومن آياته أصلا هذا يعتبر علامة تدل وإيه حسنتم القرآن يعتبر هذا آية أي علامة تدل على عظمة الخالق جل وعلا مو حتى نقعد واحد يعيب على الثاني لو العياذ بالله لو إلى آخره يسخر من الثاني كما تفعل الكرة الأرضية اليوم شوفنا القرآن كقرآن يقول الإنسان نظروله كإنسان مسالم تعاملوا يا بكل بر وقسط وقد تلوت على مسامعكم آية قرآنية أصلا كنبي صلى الله عليه وآله كما ذكرتم النبي إجاد المدينة جمع اليهود وغيرهم قالهم يا با تردون تعيشون بسلم في المدينة بأمن وأمان نعم يا رسول الله قالهم لتكيدون لكم ما لأنا لتكيدون دسائس ممنوع أمن لتعرضون للخطر عدون لتشتغلونه يا بشكل سري صيروا مسالمين تعيشون بكل عزة وكرامة وأمن وأمان في المدينة الأمان اللي نوفره للمسلم نوفره لك يا يهودي بشرط أن تكون مسالما نحافظ على كل حقوقك نطي كادوا لرسول الله وفعلوا الأفاعيل يهودي ما يقدر ما يسوي دسائس وصبر عليهم الرسول هو هاي يعني ما يقدر هو طبيعة اليهودي كون يشتغل مؤامرة كون يكيد لك كون يأذيك هو طبيعة هاي رسول الله صلى الله عليه وآله أجلى صلى الله عليه وآله قالهم احنا اكو اتفاق بياناتنا انتو نقفتو الوعد والعهد لبياناتنا احنا متفقين النقض منكم وخلاف الاتفاق منكم أجلاهم أول مرة طبعا أجلاهم فقط أجلاهم طبعا أجلاهم صلى الله عليه وآله وبعدين هم حاصرهم حتى خارج المدينة لما هم كادول المهم تعال إلى باب مدينة العلم إلى مولى الموحدين سلام الله إلى من يمثل القرآن بالشكل الكامل الحقيقي ويمثل سيد الخلق صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله وهو عليون عليه السلام أمير المؤمنين عليه السلام في حكومته في دولته بينا بالفاصل الأول يعتبر موت مسلم على نصرانية تعرضت لأذى بغير وجه حق يعتبر المسلم جدير بأن يموت عليه عليها على المسلمة زي إضافة إلى ذلك علمنا أبي طالب بالقصة المعروفة لرواها الخاص ورواها العام بل أنا شفت في كتب بعض النصارى بعض المسيحيين هم ذكروا هاي القصة يعني حتى غير المسلمين هم استشهدوا بيها لبيان عدالة أمير المؤمنين تدري أمير المؤمنين مو شخصية يعني توقفت عند حدود المسلمين شخصية عالمية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على مستوى حتى الأمم المتحدة اختاروا عهده لمالك الأشتر فقر من عهده نعم نعم الناس صنفان وثقوها وخلوها من أقدم وثائق الدنيا بحقوق النساء في دول عالمية هذا يعتبر بند وعالي وعلى مستوى النصارى ألفوا بعليين عليه السلام جورجورداق ألفوا وغيرها وبعضهم نظم الشعر بعليين كبول السلامة وغيرها علي بن أبي طالب شخصية عالمية كونية ليس شخصية متوقفة عند حدود المسلمين يوم ارتبطة بدائرة المسلمين فقط علي بن أبي طالب شخصية عملاقة ألمت ناعس ألمت العالم بالتالي بكل جوانب الأدب والدين والأخلاق علي بن أبي طالب أنا هاي شفت نصارى يستشهدون بها في كتبهم في بعض مصادرهم أن عليا رأى مسيحيا يتسكع في الكوفة الظاهر ما تديدا يستعطي أمير المؤمنين عليه السلام قالهم هذا ليش ما تديدا قالوا نصراني الصليب في راقبته يا أمير هذا مو مسلم قالهم استعملتموه صغيرا وتركتموه كبيرا ما مضمونه يعني أنتوا استفاديتوا مننا في شبابه لما كبر كونوا نعوفه شدوا لراتب بيت ما المسلمين لراتب وإلى كرامة ونحافظ على ما يوجهه ونخليه عيش في دولتنا عيشة كريمة ما دام إنسان مسالم ما عنده أدية على المسلمين فلابد أن يعيش في دولتنا بعزة وكرامة واحترام وشد لراتب على ابن أبي طالب عليه السلام تستشعر رحمة الله بهذه الشخصية يعني طبعا وهذا كان ديدا النبي صلى الله عليه واتصرف النبي مع الآخرين صلى الله عليه واته وهذا من اللي يشير للقرآن الكريم كما بيّنت بخدمتكم ولو من خلال آية على الأقل تلوتها على مسامعكم الكريم والكلام كثير في هذا الجانب أكيد طبعا بالتالي شخصية أمير المؤمنين شخصية ملهمة فضيلة الشيخ هناك كلام لأمير المؤمنين عليه السلام لولده الإمام الحسن صلى الله عليه يقول لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا صح يؤكد صلى الله عليه على ضرورة أن الإنسان يكون كما خلق الله حرا لا ذليلا مهانا تحت قيد إنسان آخر كيف أمير المؤمنين عليه السلام استطاع أن يرسخ هذه الفكرة في مفهوم المجتمع الإسلامي في دولته وحكومته شوف عنوان الحرية يختلف من مبدأ فكري إلى مبدأ فكري آخر يعني كل أمة من الأمم لما تقف على عنوان الحرية اتعرف هذا العنوان بشكل وآخر نريد أن نعرف الحرية ما هو مفهوم الحرية أولا الحرية اللي جاء بها سيد الخلق صلى الله عليه وآله وامتداده الحقيقي على ابن نادي طالب والأئمة الأطهار الإمام الحسن والإمام الحسين وإلى أمام زماننا والحرية اللي جاء بها قرآننا العظيم في حقيقتها هي التخلص من العبودية للبشر والشجر والحجر وغير ذلك إلى العبودية لله تبارك وتعالى والعبودية لله تعالى في حقيقتها حرية شوف أقول لك هناك طبعا هنا أنا أتكلم إياك وتجيني أمور كثيرة وأبحاث كثيرة مباحث كثيرة بس المشكلة الدخول في تفاصيل كل ذلك يبعدنا عن أجواء هذه الليالي اللي إحنا بيها ولهذا أحاول أن أقتصر على الأهم الأهم منها في الواقع شوف البعض هكذا يقول لشبابنا خصوصا في بعض حواظر العلم يقول لهم الإسلام يقيد أتباعه أما إحنا غير المسلمين يو إحنا لنعيش في بلدان أخرى ونعتنق أفكارا أخرى ومبادئ أخرى عندنا حرية كذا إلى آخره أما الإسلام يضيق على أتباعه ويعني يحاصرهم ويضيق عليهم ويكبلهم البعض يعبر يكبلهم وهذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلها غير صحيح أولا أعطوني بلدا في الدنيا يو مبدأ فكري في الدنيا ما فيه ممنوعات وما فيه أمور غير ممنوعة دلوني على مبدأ أو بلد أو قانون أو دستور أو ما شئت فعبر ما فيه أمور الصير وأمور ما الصير كل الدستور العالم فيها متاح وممنوع أحسنت مو فقط الإسلام أكو بممنوعات مبادئ الدنيا كلها وقوانينها بها ممنوعات هذا واحد اثنين الإسلام مو يقيد الإسلام كما القرآن الكريم يقول يجي يكسر القيد يضع عنهم إصرهم كما القرآن يعبر عن رسول الله مهمة النبي شنو يا كتاب الله مهمة النبي شنو يا كتاب الله يقول كتاب الله يضع عنهم إصرهم يعني الأثقال اللي كانوا شايليها على ظهورهم يجي النبي يشيل هاي الأثقال بعد يضع عنهم إصرهم والأغلال التي أغلال احنا أرسلنا محمدا حتى يكسر الأغلال اللي كان والناس مشتفين بيها إيديهم فمحمد إيجي مو يسوي أغلالي القرآن الكريم يقول محمد إيجي حتى يكسر يعني يحررهم أحسنتم جزاكم الله خيرا يكسر الأغلال يعني محمد إيجي يحرركم محمد إيجي للكرة الأرضية والكرة الأرضية هذا خال نار يعبدها فعلا وذاكي خال لحجارة يعبدها وذاكي خال لبقرة يعبدها وهذا خال لفارة فأرة يعبدها وذاكي ما أعرف شنو يعبدها وهذا هذا وضع البشر من غير عبودية الناس بعضهم لبعض هذا خال لحاكم يا عبد أمدو حاكم حاكم ملك يقول لأنت ربي أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري أصلا هو حاكم يقولوا ماني إلهكم وأنا ربكم وإله آخر غيري هماكوا أن تكونوا استجدولي من الصبح للليل رسول الله صلى الله عليه وآله إجا والبشرية هذا حالها إجا محمد قال لهم الصنم تحت أقدامي والنار اللي تعبدوها انطفيها حتى النفس روابها موش كليا لا قلتوا شقاح تسوون بابا هاي الحجارة صنعتم منها الصنم قبل لصير صنم تدوسوها برجليكم يوم تدوسوها قوي الحجارة زين شي البار حتدوسوه برجليكم اليوم استجدون إلى شنو نار أنتوا تشعلوها وأنتوا تمدوها بالحطب حتى ما تنطفي تعبدوها ليش بقرة مسخرة بخدمتكم سخرة لكم ما في السماوات والأرض هي مخلوقة ومسخرة بخدمتكم تعبدوها على شنو الله مكرمكم عليها كرمنا بني آدم شنو تعبدوها القرآن هذا حاكم جاي حتى يخدمكم الحاكم المسؤول لما يجي للبشر يصير عليهم لو ينتخبوله ويختاروله بالغلبة يصير يو الاخري بابا هذا فلسفة حكمه أن يجي يخدمكم ينظم أموركم ينظم أموركم يخدمكم تعبدوه شنو تعبدو كون تحاسبوه هو موظف جاي حتى ينظم أمور الناس هو موظف جاي بخدمتكم كون تحاسبوه وتقولوا له وين خدمتنا وين كذا الإسلام يجي حرر عقول الناس وأيديهم وعقولهم وتفكيرهم يضع عنهم إصرهم والأغلال يجي محمد يكسر كل هاي الأغلال وكسرها وخلاكم أحرار بعبوديتكم للواحد القهار بس أنتو عبيد بس رب العالمين الحاكم إذا كان ظالما قرآن الكلمة الحبر ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ولا تركنوا أصلا شنو أعبد من دون الله تعالى ولا تركنوا يجي محمد إسلام حرركم الأغلال اللي كانت على أديكم كالسرها رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الذي فعله يعني من بعد ما كانت البشرية تركع وتسجد مثلا لكبيرهم مسؤولهم شيخ عشيرتهم رئيسهم يجي النبي كعدو يا أصحاب الفقراء بحيث قالوا لي يا رسول الله قالوا نعم قالوا لي إذا نسوي لك فد هتشي يعني شلون صفة فد كذا هتشي مقدار نص شبر نعليها عن الأرض تقعد عليها حتى الوفود التي جينا الضيوف اللي يجونا يشعرون أكو فرق بين جلستك وجلستنا فيعرفون أنت نبينا نسوي لك فد مكان مرتفع بمقدار قليل جدا تقعد عليها حتى يبين قالوا لي أبدا حالي حالكم وينما تقعدون أنا أقعد نعم من أخطب أصعد المنبر حتى تشوفوني وصوتي يوصلكم أما من نقعد حالي حالكم كأحدكم كان فينا واحد أمن اللي يعني وصفه النبي صلى الله عليه وآله كان فينا كأحدنا كأحد يقعد يمن يقوموا يانا يأكلوا يانا جاء النبي حررهم صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام أي شكل لازموه جماعة بالطريق قالوا هم كذا أحثوا في وجوه المداحين التراب هذا النصر ذكرت الآن قالوا أحثوا في وجوه المداحين التراب وهو الحاكم اللي مؤمنين عليه السلام وهو كان الحاكم من ذلك السلام يقول منه حالي شون تبتحوني قلوا لي طلباتكم حوائجكم مشاكلكم حتى أعالجها مدح ما يحتاجت منه عنه ما طالب منكم أصلا تبتحوني بما أني الآن أنا مسؤولكم قلوا لي بمشاكلكم حالي ابن أبي طالب أكثر من هذا كان إذا جماعة يمشونوا يا وهو راكب كان يقولهم لماذا تمشون؟ المشي مع الراكب مذلة للماشي وكذا للراكب يعني الراكب تعطي هذا والماشي تعطي كذا تشعر بنفسه كأنه ذليل يو إلى آخره فأنا ما أقبل أن أكون راكباً وأنتو تمشون لو أنزل نمشي يوش يجبون مثلاً حيوانات تركبونه ونمشي هذا هو عالي ابن أبي طالب وهذا هو النبي وهذا هو القرآن هل شكل هذا؟ حقيقة واحدة حقيقة واحدة تشوف صورتها بأمير المؤمنين عليه السلام أحسنتم شيخنا لابد أن نأخذ فاصل ولا نطيل على جنابكم الكريم مشاهدينا الكرام الحديث شيق جداً عن أمير المؤمنين عليه السلام وهذه الأخلاق النبيلة وهذه العدالة وهذا الجمال والرقي في التعامل مع البشرية ولكن لابد أن نأخذ فاصل فابقوا معنا متواصلين معكم مشاهدينا الكرام وما زال الحديث الشيق عن أمير المؤمنين عليه السلام ومعلي دولة الحق وفعلاً هو الحق ويمثل الحق وكل أفعال وأقوال كانت تمثل الحق فضيلة الشيخ تكلمنا قبل قليل عن أمير المؤمنين عليه السلام وكيف أنه رسخ مبدأ المساواة بين الناس وكذلك كيف كان يشعر الناس بضرورة أن يكون الإنسان مكرم ومحترم ومقدر في مجتمعه بغض النظر عن دينه أو عرقه أو حسبه أو نسبه نريد أن نسأل هذه الدولة التي أسسها أمير المؤمنين سلام الله عليه بهذا التكامل وهذا الرقي اللي ما ترك أي جانب من الجوانب إلا وهو كان مشرف عليه وحاول تربية الناس في مختلف مجالات الحياة نريد أن نسأل هذه الدولة القوية التي أسسها أمير المؤمنين كيف كان شكل الرقابة المتابعة متابعة الناس شؤونهم كيف كان يعني مثل ما قلنا أنه أمير المؤمنين كل تحركاته سكناته تصرفاته قرآني وهي تعكس تربية رسول الله صلى الله عليه وآله النبي يقول أنا أديب الله وعلي أديبه نعم يقول صلى الله عليه وآله القرآن الكريم يقول من باب تحمل المسؤولية ضرورة تحمل المسؤولية الإنسان يتحمل مسؤولية تجاه ناسه ومن هم تحته سواء صغرت الدائرة أم كبرت يعني قو أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس ناس والحجارة قو أنفسكم وأهليكم شوف يعني تحملوا مسؤولية قو أنفسكم يعني شنو؟ يعني تحملوا مسؤولية تجاه أنفسكم فلا تأخذوها إلى النار وتضدموها بذلك وتحملوا مسؤولية تجاه أهليكم أولادك بناتك زوجتك أخوتك وتكبر الدائرة أقاربك أصدقائك مجتمعك مدينتك وهكذا هو أنفسكم مش ما تقدر تتحمل ما تقدر تتحمل مسؤولية تجاه الآخرين تحمل يعني أنت شوف نملة نملة في سورة النمل نملة اتحملت مسؤولية تجاه أمة النمل تدخلوا مساكنكم لا يحطمن لكم لا يحطمن لكم سليمان يعني فكرت بأمة النمل وتحملت مسؤولية تجاههم وخافت عليهم وقلت لهم دخلوا مساكنكم ويتعرضوا للأذى غير المقصود من قبل جيش سليمان نعم إذا كانت نملة تتحمل مسؤولية تجاه أمتها الإنسان شلون؟ يفترض أن يتحمل مسؤولية أكيد على هذا الأساس وهذه الثقافة القرآنية رسول الله قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والمسؤول عن رعيته لابد أن يتابع رعيته كل صغيرة وكبيرة ويتحمل مسؤولية تجاه ذلك هذه بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله أما مولى الموحدين باب مدينة علم النبي أمير المؤمنين عليه السلام والسلام الله عليكم طبعد تلقي نظرة ولو خاطفة ولو سريعة على تأريخ حكومة أمير المؤمنين علم النبي طالب عليه السلام بلغه أن واليا ما في مكان ما هذا أكو علي علامات استفهام بالجانب المالي وكذا شكل لجنة كما تسمى الآن يعبر عن الآن لجنة تحقيقية حقيقية وعلى أساس نتائج هذه اللجنة يكون الجزاء هل مراقبة كان علي بن أبي طالب شكل رقابة علي بن أبي طالب مثلا علي بن أبي طالب أيام حكمه هنا بالكوفة هاي تشهد الآن الكوفة لو كانت تتكلم لصدقتنا وأيدتنا وقالت هذا الكلام صحيح الظهر كان يطلع بشوارع الكوفة يمشي يابر الحسن ليه يمشي بشوارع الكوفة يقول خاف أكو مظلوم ما يندل مكاني خاف أكو صاحب حاجة ما يعرف أنا وين خاف أكو يشوفني بالشارع يطلب حاجته وأقضيه علي بن أبي طالب هنا يوم الأيام هاي الشوارع ما الكوفة شاف له امرأة طالعة الظهر امرأة مرأة طالعة الظهر وهو حاكم وقنبر ويا بس واستوقفها ما خلاها تمشي يقول لش عندش طالعة الظهر محتاجة كون تقول ليلي أنا أسد الحاجة مالتج أهلك ظالميتش قل ليلي أنا أاخذ حقك مطرودة من البيت قل ليلي حتى عرف شون الصرف ليش طالعة الظهر راتب ما عندك حتى أشدلك راتب ليش طالعة الظهر ليش طالعة حكم علي بن أبي طالب ليش الظهر طالعة عجيب قلت لي يا أمير المؤمنين زوجة طردني من البيت قال ليش طردتش سؤال فيه الحقيقة سؤال فتلة أخذها وراح الزوجها أخذها وراح الزوجها وطرق الباب وطلع زوجها وإمام علي خلاها تقف أمام زوجها تقول ما عندها ويقول ما عنده ثم حكم بينهما بالحق ورسول الله قال عليم مع الحق والحق مع علي وليف ترقه حتى يرتع حكم بينهما بالحق وعليونه وأبو الحق سلام الله عليه حاكم الهدرجة كان مراقب رعيته حتى مستوى الأسرة حتى على مستوى الزوجة وزوجها يدخل بينهم ويحل مشكلتهم هذا وإن صار مثل بالتاريخ لو مثلا قاري في تاريخ أمير المؤمنين عليه السلام أنه يسمع صوت طفل يبكي من داخل بيت يطرق الباب يقولهم هذا الطفل ليش يبكي حليب ما عنده ليش يبكي أريد أعرف ليش يبكي حتى يعني أحل مشكلته حتى على مستوى طفل يبكي داخل دار وهو يسمع يدخل بالباب ويقول هذا أنا مسؤول عنه لأني حاكم أنا مسؤول عنه على ابن أبي طالب فد نسخة فريدة درة يتيمة كما تعبر العرب بتاريخ الدنيا على ابن أبي طالب حقيقة عقمة النساء أن تأتي هذا كلام يعني شهد بمعاوية بتالي عدوة أنا أذكر أنه معاوية قال عقمة النساء أن ينجبنا مثل علي حتى عدوة يشهد له بذلك وهو كذلك وشيء بشيء يذكر على من كلامكم شيخنا أنه أذكر هكذا أنه والي اليمن ما أعطى لأحد الرعية أحد النساء النساء مرأة كبيرة بسن ما أعطاه الحق ووصل الخبر لأمير المؤمنين أمير المؤمنين غضب وبكى وقال أنا بريء يا رب مما فعل يعني بالتالي أين أمير المؤمنين بعضه وعلي هذا هذا تاريخ أمير المؤمنين هو هذا تاريخ لا نظير له في الدنيا يعني لما تنظر للدنيا تخضع أمامه تاريخ علي يخضع الدنيا إلى اليوم ويخضعها إلى يوم أمير المؤمنين بنى دولة قيم لليوم حاكمة عند أتباعه دولة قيم وللآن ليس فقط قضية حاكمة للآن الدنيا تتأثر بها لما تقرأ مفرداتها وعناوينها وتصرفاتها لليوم الأرض لما تقرأ معالم حكم علي ابن أبي طالب الدنيا تقف إجلالاً وإكباراً لهذا الرجل العظيم علي ابن أبي طالب بنى دولة قيم ومبادئ أحسن هذا اللي بنى أن يرهوني عليه السلام أحسن تم شيخنا وطيب الله أنفاسكم كلامكم كان لطيف جداً واستفادين كثيراً ومهما قلنا عن أمير المؤمنين عليه السلام يبقى اللسان عاجز وتبقى الكلمات عاجزة ويبقى التأريخ عاجز أن يفيح حقه سلام الله عليه وهذه أيام استشهادة سلام الله عليه وصلوات الله عليه وقلوبنا مفجوعة بفقد أمير المؤمنين عليه السلام هذا الرجل وهذا الحاكم وهذا الإنسان وهذا الكائن الذي لا يشبهه أحد غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاده سلام الله عليه شكراً جزيلاً لكم شيخنا العزيز وطيب الله أنفاسكم مرة أخرى وشكراً لكم مشاهدينا الكرام على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى مع علي دولة الحق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة